تعالوا بقى نحضر مع بعض اجمل تسالي العيد هنحضر شوية تلمس سريع كده بالدقة انما ايه يا جماعة طعامه خطير جدا جدا هنعمله سريع جدا في وقت قياسي مش ياخد معاك وقت خالص في التحضير وازاي يطلع معاك مزبوط كده ما يبصش منك ولا يعمل عفونا جبت نص كيلو من التلمس المستورد الحال وطبعا ده غير البلدي البلدي بيكون مر قوي وبياخد وقت معاك في النقع انما ده هنسويه وهنعمل كل حاجة في نفس اليوم فضيته كده في بولة بلاستيك وهبدأ دلوقتي انا اقي كويس جدا من اي بقى ترمسها متكسرة ومخرومة مساوسة شكلها مش حلو اي حاجة مش عقبك اخرجيها على طول شايفين اهو هاخده بقى دلوقتي تحت الحنفية واخسله كويس جدا جدا بعد ما غسلناه بالشكل ده هجيب مياه سخنة بقى اسخن شوية من حرارة جسمك وهبدأ بعد الوقتي بغطيه كويس جدا بالشكل ده علشان انقعه ساعة هي ساعة واحدة بس هتلاقي الترمس بتاعك تنقع بقى زي الفل الميا السخنة او المياه الدافية بتخلي الحاجة تستوي معاك بسرعة وتاخدش وقت على النار شايفين بعد ما عادها بالضبط ساعة شايفين ترمسها طبعا الحجموهم زاد وكمان هتلاقيها بقت مكرمشة كده عن الاول شايفين اهو وطبعا المياه اللون هتغير مع اننا كنا غسلينه كويس هاخده بقى دلوقتي هغير المياه دي وهخسله كويس قوي ونرجع تاني نشوف هنسوي ازاي هجيب بقى اي حلة موجودة عندي بس تكون حلة كبيرة شوية اكبر من كمية الترمس عشان طبعا لسه هيزيد دلوقتي معانا بفضي في الترمس بعد ما شطفته كويس جدا بالشكل ده هبدأ بقى اغطيه مياه مياه من الحنفية عادي خالص وهجيب غط الحلة وهغطيها كده نصف تغطية مش تغطية كاملة علشان ما تفرش معايا وتوقع المياه على المتجاز العين بتاعتي تبقى نار متوسطة هسيبه بالزبط عشرين دقيقة يعني تلت ساعة بالزبط الاكتر ولا اقل وبعد كده هطف عليه النار على طول يبقى انا هرفعه دلوقتي على النار تلت ساعة بالزبط اثبت منبه بتاعك وده هيكون شكله كده بعد تلت ساعة بالزبط على النار طبعا هو لسه ما استواش ولا اي حاجه خالص شايفين بقى اطفع على الوش ازاي يا دو بس كده في الوقت ده اخد له غلوتين زي ما انتو شفتو كده شايفين الحبة بتاعته انتفخت ازاي اهو وكلهم طفوا على الوش علشان طبعا لسه ما استواش دلوقتي بقى هغطي الحلة بتاعتي كده وغطها كامل بالشكل ده وهسيبها كده فوق الركامة او على البتجاز كده كده هنخلاص طفين النار هسيبها بقى اربع ساعات زي ما انتو شايفين كده او خمس ساعات على حسب اخدوا بالكم كمان انا محطتش اي حاجة في المية مية السلق محطتش لملح ولا حطيت سكر ولا كربوناتو ولا اي حاجة خالص هي بس المية والترمس طبعا ده شكله بعد ما عده اربع ساعات بالضبط عايز اقول لكم ما شاء الله الله اكبر بجد الترمس استوى بجد جماعة ما شاء الله الترمس بتاعنا استوى على حرارة المية زي ما قلتلكو كده سبناها على الرخامة اربع ساعات او خمس ساعات شايفين شكله تحفة الترمسية مظبوطة ومستوية حلوة اوي لا تهرت ولا الاشرة فكت منها ولا اي حاجة شايفين وده استوى المظبوط للترمس بيكون كده في عضة كده بسيطة بصوهو شايفين بتتكسر معايا حلوة اوي مظبوط جدا جدا وطبعا زي ما انتو شايفين الكمية بتاعته زاتت اكتر وكمان زي ما قلتلكو كده نزل لقاع الحلة علشان نشرب المية واستوى شايفين بصو تحفة جدا هناخد بقى الترمس بتاعنا هنحطه كده في مصفة حلوة ونغسله كويس جدا تحت الحنفية وده شكله بعد ما غسلناه كويس اوي هنجيب بقى كده حبة مية حلوين من الفلتر لو مية سقعة ولا سخنة مية عادية خالص اهو نبدأ بقى نملح الترمس بتاعنا هنحط في الاول كده معلقة كبيرة كده من الملح على المص كيلو ونقلب كويس جدا ونشوف هل يحتاج بقى ملح تاني ولا مش هيحتاج الملح بتاعه بيكون الملح مضبوط يعني كأنك بتعملي الرز او بتطبخي بتضبط الملح بتاعه بالضبط لا بتزويدي ملح كتير ولا بتقللي هدوق كده المية بتاعته على طرف المعلقة لأ انا كده حاسيت انه هو محتاج ملح كمان هضيف له معلقة تاني يبقى مقدرش اقولك حطي معلقتين ملح في الاول يمكن ملحك انت يقلم الملح بتاعي فكل واحد بقى حسب يعني احتياجه للملح بعد كده بقى هجيب اي علب التلاجة عندي او برطمان بلاستيك اي حاجة تكون لها غطى محكم كده علشان نقدر احتفز بها في التلاجة فضت الترمس كله في العلبة بالشكل ده وهبدأ بقى اغطي الترمس بالمية الملحة اللي احنا عملناها سوا كده بقى تمام جدا ونغطيه بقى بالغطى بتاعه وندخله التلاجة اتناشر ساعة اربعة عشر ساعة حسب الوقت المتاح عندك وتكليه بقى بقى الفهنة وشفة في الوقت ده الترمسية هتكونت ملاحة كده وطعمها بقى حلو جدا ما انفعش احتفز به خالص على الرخامة هتبص تلاقي الترمس مزلق منك وعمل طبقة كده ريم على الوش فلازم تتحتفز به في التلاجة بعد ما عد 24 ساعة بالزبط يعني يوم كامل شايفين بقى ما شاء الله طبعا بيزيد اكتر وبيشرب اكتر من المية والملح تعالوا بقى نقدم كده شوية مع بعض عايز اقول لكم طعمه خطير جدا جدا انا مكنتش مبطلة اكل ترمو انا وقفة بصور تعالوا بقى نعمل مع بعض الدقة جبت نص كباية من المية ومية من الحنفية عادي وهنحط عليها بقى نص معلقة من الملح نص معلقة من الكمون نص معلقة من الشطة او البابريكا لو انت مش حاب حاجة حمية وعصرة نص لامونة هنقلبهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده واحتفز بيهم بقى في برطمان او ايزازة عندك في التلاجة ووقت الاكل بس هنضيفه كده للترمس عايزة ولوكو الدقة واخدى الترمس في حتة تانية خالص طعمان خطير جدا الترمس من غيرها بجد ملوش اي طعم يعني مش مجرد ملح كده وخلاص حطيت كمان كده على الوش راشد بابريكا ونص لامونة بقى اللي عايز وقت الاكل الدقة بندفها وقت الاكل بس انما طول ما هوه في التلاجة بنحتفظ بيه في المية والملح بس لما تيجي بقى تاخدي منه من التلاجة تاخدي منه بمعلاقة او بمغرفة علشان زي ما قلت لك ما يمزلقش منك ويفسد ويفوز وقات الدقة بتاعتنا جاهزة في التلاجة برضو هنشالها في التلاجة كل ما نحتاج هنطلع منها ونحطها على الترمس بتاعنا اللي هناكله دلوقتي بس اتمنى الفيديو يكون عجبكم كل سنة وانتم طيبين مع السلامة